نعم يا إخواننا والشعر يقول عن نائلة تشعى الوشل عن قرينه فكل قرين في المقارن يبتدي كيف يحافظ المسلم على الإسلام في بلاد الكفر؟ يحافظ عليه بالحرص تمسك بالدليل فهذا يساعدك ثم في الجلساء الصالحين فلصفحين عن أبي موسى العشري رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم مثل الجريس الصالح وجريس السوء تحامل نسك ولا تتركيه تحامل نسك ما يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ولا تتركيه إما يحذيك وإما أن تجد منه ريحا منترة وماذا؟ ورب الرجل يقول في كتابهم كريم في شأن أهل الجنة وأفضل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال منه إني كان لقريب يقول وإنك لمن المصدقين ها إذا نتنا وكنا تراثا ورغامنا إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ فالطلع فرآه من شواهج يحين قال كالله إن قدنا تردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين طيب تعمل بعضهم على بعض من يتشألون برفع نار يا إخواننا والشاعر يقول أن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يبتدي وليس قدنا يقولون ما عليش جايش وماذا؟ وأخران متشدد وإذا قال التلفزيون حقا قالوا متشدد هؤلاء تحذر منهم وتبتعد منهم تطالح السبيل ما دهيله ويوم يعط الظالم على يجيه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وإذا كا ليتني لم أتخذه الغانا حميلا لقد أضلني عن الذكر بعد الرجال وكان الشرقان للإنسان خذولا نعم والانتعاد أيضا عن التقاليد وعما عرفته قبل الإسلام الناس تتوق وتنين إلى ما عرفه الشخص قبل قتله فينطل أن يمتعد عن ذلك وأن يجالس المسلمين الصالحين وأنمروا على دين خليله فأني أطر أحدكم من يخالب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر